الشحن من عندكم قبل رمضان بيومين ثلاثة ايام جيتني رسالة بكتني وخلتني دقيت على صاحبها شاب ارسل لي رسالة قال لي يا شيخ انا طبعه يقول عن نفسه يتيم عمره و24 وشرعا معروف انه لا يطم بعد احتلام اذا بلغ الانسان ما يسمى يتيما فقال انا يتيم عمره اي بسمى بطن جميل اي والله جميل والنام في الجميع يقول انا يتيم طب امي ابوي ماتوا عمري سبع سنوات قال سبع سنوات قلت انت من انت يتيم انت لطيم اليتيم كما تعلم انفقد ابا اللطيم انفقد امه وابا يسمى لطيم من فقد امه وابا يسمى لطيما من فقد ابا يسمى يتيما الشاهد يقول انا ما لي احد ربتني جدتي مقطوع من شجرة ما لي احد وقام يتكلم كلام مبكي خلاني والله اني انا اتصلت عليه اتصلت عليه اخفف عنه يحس بالوحدة ما لي قرايب ما لي اعمام ما لي احد يقول من عمري سبع سنوات وانا ودعت كلمة بابا وماما يقول من سبع سنوات من عمري سبع سنوات او ثمان يقول وانا ما قلته اقول هل من راحوا طبعا ماتوا في حادث ما لوا احد الا جدته لين كبروا جدته وقلهم ساكين الله يطول المدفع مرع على طاعته كم تسألوا بعض الاسئلة عن المعاناة ليجدها اليتيم الانكسار الضل الوحدة البعد الحاجة معاني كلها تجمعت في هذا الشاب تجمعت في هذا الشاب في المقارنة وانا اسمع هذا الشاب يحكي ويتكلم عن معاناته ويتكلم عن بؤسه ايضا اتذكر نماذج نماذج لايتام كفلوا وجد ما بغجل سناء ما بغجل سؤال ما اقدر الله يسعدك ويرفع قدرك وجدوا من رعاهم وجدوا من كفلهم هذا الشاب انا اقوله صراحة لو لرحمة رب العالمين قد يكون معوى الهدم في مجتمعه كم من انسان تاج المخدرات قد قتل وسفك وانتهك الاعراض اشتركوا في القناة